الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إجياءك نعبد وإجياءك نستعين بها الصراط المستكين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولو الضالين أمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينفر بتسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعمعون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكفين فيه أبدا وينذر الذين قادوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآلائهم كبرت كلمة تفرج من أفوالهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على داثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها من بلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلنا عليها صعيبا مجرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والراطيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول ختية بنا الكهف فقالوا عبنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على ثانين في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم واتدناهم أدا وربطنا على قلوبهم إذ كروا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آمنة لو لا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظنم من من افترى على الله كثيرا وإذ اعتذبتموهم وما يعبدون إلا الله لفقوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة ويهيئ لكم من أمركم بالفقا شكرا